في بعض الأحيان وأثناء كتابتك في المايكروسوفت وورد يتم تصطير بعض الكلمات بخط أزرق أو خط أحمر متموج فما المقصود بذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم لذا ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الرابع بعنوان التدقيق والطباعة يستخدم المايكروسوفت وورد تصطير الكلمات باللون الأحمر أو اللون الأزرق لتمييز الأخطاء الإملائية والنحوية وبناء الجملة فالتصطير الأحمر يعني وجود خطأ إملائي أما التصطير الأزرق فيعني وجود خطأ نحوي للتدقيق والتحقق من الأخطاء هناك أكثر من طريقة ومنها أن نذهب إلى شريط القوائم المراجعة ثم ننقر على تدقيق إملائي وتدقيق نحوي أو اختصارا من لوحة المفاتيح F7 ومن مجرد النقر على هذه الأداة سيظر لدينا في هذا الجزء من البرنامج قائمة تتضمن العديد من الكلمات والمرادفات وبإمكانك أن تقوم باختيار أحد هذه الكلمات ثم تنقر على تغيير من أجل التصحيح أو تقوم بالنقر على تغيير الكل إذا كانت هذه الكلمة مكررة في كامل المستند وبإمكانك أن تتجاهل هذه الكلمة أو تتجاهل جميع الكلمات الموجودة في المستند وبإمكانك أن تقوم بإضافة هذه الكلمة إذا لم تكن موجودة ضمن هذه القائمة وبمجرد النقر على تغيير فسنلاحظ أن البرنامج قام بتصحيح هذه الكلمة الخاطئة ومن أجل الاستمرار ننقر على استئناف ونلاحظ أنه قام بإظهار الخطأ النحوي بهذا الشكل ونلاحظنا في الوصف أن هناك مسافة زائدة بين الكلمات أي أن الخطأ النحوي أنه لا توجد هناك مسافة ما بين الكلمة والنقطتين الراسيتين فبمجرد النقر على تغيير فسنلاحظ أنه قام بتصحيحها بهذا الشكل ونلاحظ أنه قام بإظهار هذه الرسالة لقد انتهينا من تدقيق التحديد هل ترغب بتدقيق الباقي من المستند؟ فننقر على نعم فإذا انتهت عملية التدقيق فستظهر رسالة اكتمال عملية التدقيق الإملائي والنحوي بهذا الشكل ومن ثم ننقر على موافق وهناك طريقة أخرى للتدقيق الإملائي والنحوي ويتم ذلك بخلال النقر بزر الفارة الأيمن على الكلمة ومن ثم اختيار التصحيح الذي يناسبنا كما يمكنك أن تتجاهل هذا الخطأ أو تقوم بإضافته إلى القاموس إذن سننقر على مرحبا بهذا الشكل وبنفس الطريقة ننقر على التدقيق النحوي ومن ثم نقوم باختيار التصحيح بهذا الشكل فلكم الحرية في تدقيق هذه الكلمات وتصحيحها بالطريقة التي تناسبكم وهكذا البحث عن المرادفات يمكنك البحث عن مرادفات لكلمة باستخدام قاموس المرادفات وهو يشبه القاموس ولكن بدلا من وضع التعريفات فإنه يمنحك قائمة بالمرادفات لكلمة معينة حيث سيقوم القاموس بإظهار المرادفات على الجانب الأيسر من الشاشة حيث يتم في القاموس تمييز الأسماء والأفعال والصفات وللبحث عن مرادفات كلمة معينة هناك أكثر من طريقة ومنها أن ننقر على شريط القوائم مراجعة ثم من كسم التدقيق ننقر على قاموس المرادفات أو اختصارا من لوحة المفاتيح Shift F7 بعد ذلك سيظهر أدينا في هذا الجانب الأيسر من البرنامج محرك بحث للبحث عن الكلمات والمرادفات فلو قمنا بكتابة هذه الكلمة ثم Enter وسنلاحظ أن البرنامج قام بإظهار العديد من المرادفات لهذه الكلمة وبإمكانك أن تقوم باختيار أحدها وستلاحظ أن البرنامج يقوم بعرض هذه الكلمة مع الصفة والفعل والاسم وهناك طريقة أخرى للبحث عن المرادفات ويتم ذلك من خلال تحديد الكلمة أولا ثم ننقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم نذهب إلى المرادفات ثم نقوم باختيار أحد هذه المرادفات مثلا كلمة أكبر وسنلاحظ أن البرنامج قام باستبدال هذه الكلمة بهذا المرادف ولكم الحرية في اختيار ما تريدون من هذه المرادفات وهكذا الطباعة من الجيد أن ترى عملك على الشاشة ولكن في بعض الأحيان قد تحتاجه مطبوعا على الورق وللقيام بذلك هناك أكثر من طريقة ومنها أن ننقر على أداة المعاينة قبل الطباعة أو نذهب إلى شريط القوائم ملف ثم ننقر على الأمر طباعة أو اختصارا من لوحة المفاتيح Ctrl-P وسنلاحظ أن البرنامج قام بعرض هذه الواجهة من المستند والتي يمكنك أن تطلع على عدد الصفحات وكذلك تغيير حجم المعاينة لهذا المستند من خلال هذه الأداة أو تنقر على هذه الأداة من أجل عادة التحجيم لهذا المستند من أجل عرض كامل محتواه على الشاشة وبإمكاننا من هذه القائمة أن نحدد عدد النصاخ التي نريد أن نقوم بطباعتها وكذلك اختيار نوع الطابعة من هذه القائمة والتحكم في إعدادات الطباعة كطباعة كافة الصفحات أو الطباعة على وجه واحد أو تغيير ترتيب هذه الصفحات أو تغيير اتجاه هذه الورقة بشكل عمودي أو وفقي أو تغيير أحجام الأوراق بحسب ما تريد وكذلك التحكم في الهوامش وكذلك طباعة عدد الصفحات في الورقة الواحدة فلك الحرية في اختيار ما تريد من هذه الخيارات وهذه الإعدادات وبناء المطاف ننقر على طباعة من أجل البدء بعملية الطباعة على الورق وهكذا لنطبق معا التدريب الأول قم بتصحيح جميع الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية في المستند التالي إذن بنفس الطريقة التي تعلمناها يمكننا أن نقوم بتصحيح هذه الأخطاء من خلال نقر على شريط القوائم المراجعة ثم ننقر على التدقيق الإملائي والتدقيق النحوي ونلاحظ أن البرنامج قام بتحديد هذه الكلمة ومن ثم قام بعرض العديد من التصحيحات في هذا الجانب من البرنامج وبإمكاننا أن نحدد أحد هذه التصحيحات ثم ننقر على تغيير بعد ذلك سينتقل البرنامج إلى الخطأ التالي مثلا كلمة للأمان ونلاحظ أن الخطأ أنه لا توجد هناك همزة فوق الآلف إذن سنقوم باختيار التصحيح ثم ننقر على تغيير بعد ذلك سينتقل البرنامج إلى الخطأ الآخر مثلا كلمة التصحيحات وهذا خطأ نملائيه سنقوم باختيار الكلمة الصحيحة من هنا فإذا لم تكن موجودة فبإمكاننا نقوم بتحريرها يدويا من لوحة المفاتيح مثلا كلمة التحديثات بهذا الشكل ثم ننتقل للخطأ الرابع الألكتروني سنقوم باختيار التصحيح الإلكتروني بهذا الشكل أي أن الهمزة تكون تحت الألف وليست فوق الألف إذن ننقر على تغيير من أجل اعتماد التصحيح بعد ذلك ستظر لدينا هذه الرسالة والتي تفيدنا افتمال عملية التدقيق الإملائي والنحوي لهذا المستند إذن ننقر على موافق من أجل اعتماد هذا التصحيح وهكذا التدريب الثاني عند استعراضك للمستند التالي فإنه يحتوي على العديد من الأخطاء لذا قم بكتابة الأخطاء التي تحتاجها خط في الأعمدة بعنوان خطأ داخل هذا الجدول أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثالث حال الوقت الآن لطباعة المستند لذا قم بتغيير اتجاه المستند إلى اتجاه عمودي بدلا من الاتجاه الوفقي ومن ثم قم بمعاينة المستند قبل الطباعة ثم تحقق من تنسيقاته من أجل أن تتلاءم مع الطباعة في صفحة واحدة بعدها قم بتحديد النسخة المطلوبة ثم قم بالطباعة على الطابعة إذن يمكننا أن نقوم بتغيير اتجاه هذه الورقة بعدة طرق ومنها أن ننقر نقرتين بجوار هذه الورقة ثم من قسم الاتجاه نقوم باختيار الأمر عمودي ثم ننقر على موافق عندها سيظهر لدينا المستند بهذا الشكل يتبقى علينا أن نقوم بطباعة هذه الصفحة على الورق ويتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها أن ننقر على أداة معاينة الطباعة والطباعة ومن ثم نقوم بتحديد النسخ التي نريدها ثم ننقر على الأمر طباعة بهذا الشكل ولكم الحرية في تغيير هذه الاعدادات ومن ثم الطباعة في نهاية المطاف وهكذا إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا والله أعلم وصلي الله وزلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين